تهب الأزمات على العراق فرادا ومجتمعة لتضرب مختلف جوانب الحياة لكنها تقسو على العصب الأهم الاقتصاد حيث تكشف بيانات رسمية ارتفاع معدلات البطالة في العراق إلى مستويات غير مسبوقة منذ ثلاثة عقود على الرغم من ثروة البلاد النفطية الضخمة التي يبدو أنها لم تسهم في تحسين مستوى معيشة العراقيين نتيجة للفساد وسوء الإدارة ونقص الخدمات الأساسية وزارة التخطيط الحالية تتفق مع هذه الإحصائيات وتقر بأن نسبة البطالة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية إذ وصلت إلى أكثر من 14% فيما تتحدث إحصائيات أخرى عن 40% تعود الوزارة لتنأى بنفسها عن المسؤولية وتلقي اللوم على جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية التي ألقت بظلالها على نسبة الفقر كذلك عندما رفعتها إلى أكثر من 31% الشباب من أكثر الفئات التي تضررت من تراجع الاقتصاد وارتفاع مستوى البطالة فقد أشار البنك الدولي إلى أن هذه الفئة شهدت ارتفاعا ملموسا بلغ 36% بسبب الأوضاع الاقتصادية المؤتزمة وتداعيات الوضع الأمني المستقبل المجهول ينتظر نحو 170 ألف شاب عراقي يتخرج سنويا من الجامعات ولا يجد فرصة عمل ما جعل البنك الدولي يحذر من أن العراق بات يقف على مفترق طرق وبلغ نقطة أصبحت فيها الحلول صعبة أزمة البطالة في العراق لم تكن وليدة الساعة إذ يرى خبراء اقتصاديون أن سياسات الحكومات التي أعقبت الاحتلال ساهمت بشكل فعال في تفشي البطالة عبر إيقاف عجلة الصناعة الوطنية والتفكيك آلاف المعامل والمصانع العراقية هذا فضما عن الترهل الوظيفي الكبير في مؤسسات الدولة والتوقف الإعمار وإصلاح البنية التحتية تغيير سعر صرف الدولار كان له يد السبق بارتفاع نسبة البطالة هذا العام بسبب العراقين التي وضعت أمام الكثير من الأعمال التجارية ليفضي بالنهاية إلى تضخم كبير في الاقتصاد وصل إلى قوت يوم العراقيين